موسيقى الوسيط والمنوال والمدى عند تحليل البيانات من المفيد استعمال عدد واحد لوصف مجموعة من البيانات فيمكننا استعمال مقاييس النزعة المركزية وهي الوسط الحسابي مين الوسيط ميديان والمنوال مود لإيجاد نقطة تجمع تلك البيانات بينما يمكننا استعمال المدى رينج ليصف مقدار تباعد تلك البيانات أو تقاربها فيدل المدى الكبير للبيانات على انتشارها الواسع أما المدى الصغير فيدل على تجمعها مثال أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى للبيانات 35, 45, 35, 62, 53 الحل أولا الوسط الحسابي الوسط الحسابي مين لمجموعة من البيانات هو مجموعة البيانات مقسوما على عددها إذن لإيجاد الوسط الحسابي أجمع ثم أقسم على 5 حيث نلاحظ أن عدد البيانات المعطى في السؤال هي 5 35 130 ديفايد باي 5 إيكوالز 46 إذن الوسط الحسابي يساوي 46 ثانيا الوسيط الوسيط ميديا هو العدد الأوسط للبيانات المرتبة من الأصغر إلى الأكبر أو العكس وذلك عندما يكون عددها فرديا أو الوسط الحسابي للعددين الأوسطين عندما يكون عدد البيانات زوجيا إذن لإيجاد الوسيط نرتب الأعداد تصاعديا 35 35 45 53 62 بما أن عدد البيانات المعطى 5 وهو عدد فردي إذن الوسيط هو العدد الأوسط للبيانات المرتبة ولإيجاده نقوم بحذف أول عدد من اليمين والعدد الذي يقابله من اليسار وهكذا حتى يتبقى لدينا عدد في المنتصف بما أن العدد 45 هو العدد الأوسط إذن الوسيط يساوي 45 ثالثا المنوال المنوال مود هو القيمة أو القيم الأكثر تكرارا في البيانات نلاحر من البيانات المعطى أن العدد 35 يظهر أكثر من غيره حيث يظهر مرتان إذن المنوال يساوي 35 رابعا المدى المدى رينج لمجموعة من البيانات هو الفرق بين أكبر قيم المجموعة وأصغرها ولإيجاد المدى أطرح أصغر عدد من أكبر عدد نلاحظ في البيانات المعطى أن أكبر عدد هو 62 وأصغر عدد هو 35 إذن نطرح 35 من 62 62 إذن المدى يساوي 27 تدريب أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى للبيانات الآتية 600 610 601 614 610 شكرا للمشاهدة